يتحقق الامن النفسي رقم 15 بشيء مطلوب جدا جدا وهو ايه اجعل من اولويات الحياة في البيت التفاهم مع الاولاد ماش معركة وعاصة مرفوعة لا هذه يؤدي الى راحة نفسية ومتعة نفسية وتوليد امن نفسي اذا جعلت من اولويات حياتي ان اتفاهم مع الابناء لانهم يستحقون التفسيرات كثيرا ما يسأل الابناء يا ابي في كده يا ابي في كده يا ام في كده لا تقول اسكت يا ولد لا جاوبوا على سؤال وان لم تستطع اتصل بمن يجيبك وتبلغه قولوا طب 10 دقائق بس كده هفجعلك بس في حاجة في زين كده ما فكر فيها عشان ما تحريكش نفسك وكل سأعود اليك بعد قليل ان الاطفال سيبدأون في الاسئلة عن القيم حين التقي برجل عمره 32 سنة ولم يركع لله ركع واحدة ده شاب وفيه 62 سنة ده امامي ويقولون لي لما يركع لله ركع واحد اين الاب والام تركوه في مدار الجريح لازم الاب والام يكون فيه احساس بالمنقشة مع الاولاد هاتهم نقشهم كلك نقش الاولاد ده انا عن طار بن شداد اضربوا لا يا حبي خلاص النتيجة هي ما نراه الان في بيوتنا وفي الشوارع انما اشرح وفسر واسأل ويا حبيبي لماذا فعلت هذا وهات امثلة من السابقين اخترع اي مسال وقول انا فعلت كذا وجدت خطأ وابي قال لي ان هذا خطأ ما هذا هو رقم 16 يتحقق الامن النفسي بان تكون صاحب مرونة في بيتك صاحب مرونة مع الاولاد صاحب مرونة في عملك ما هو ما تخلش العمل وانا مكشر وانا متضايق وكل ما يدخل عني يفوت علينا بكر يا سيد وان اكون مستعدا لتعديل سلوكي التربوي حتى وانا اه وانت كبير ايه المشكلة ما احنا سنظل نتعلم الى المه طلوب العلم من المهدي ها الى اللحدي فنظل نتعلم ونطور من سلوكنا لنطور سلوك اطفالنا وسلوك بناتنا وسلوك اللي في البيت ايضا يتحقق الامن النفسي بحاجة مهمة جدا 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 ليه رقم 17 ان نظهر لابنائنا بان حبنا لهم غير مشروط يعني مش انا اب يبقى انا بحبك عشان انا اب لا لأسباب كثيرة جدا ليس لان انا ابي فقط لان انت لحضرتك وانا معك المسؤول عن توجيه الاطفال ونرشدهم الارشادات الصحيحة لان هذه تحدث فرقا كبيرا في حياتهم وحينما اضطروا الى مواجهة ابني انا مضطر ان انا وجه في حاجة حصرت اياك ان تلوم ان تلومه بطريقة بجعة بل اعطيه ذاته واعطيه شخصيته وتكلم معه بكل اريحية وتشجعه وتراعي في النفسية التي هو عليها من موقف المحرج بسبب خطأ واقول له انا اتوقع منك انت ما شاء الله عليك اتوقع منك المرة القادمة ان تفعل كذا وكذا كي ترضي الله عز وجل ترضي امك ترضي اباك ترضينا جميعا واضح هذا ايضا من الاشياء التي يجب والتي تولد الامنة النفسية عندنا وعند ابنائنا ان نتعرف على احتياجات وقدرات الاب مع ابنائه يجب علينا ان نتعرف على قدراتنا كما يجب علينا التعهد بالعمل على نقاط الضعف نعليجها يعني انا عايز اشوف نفسي انا احتياجاتي ايه وقدراتي والله انا عندي نقص في كذا انا اتعصب انا يطول لساني انا ارفع صوتي انا الاب والام فاعرف ان انا محتاج الى تعديل في هذا السلوك مو كيف يتولد الامن النفسي ثم بعد ذلك المشافة كان في مصر العباسية بس الان عشرات العباسيات لماذا البعد عن الدين البعد عن القرآن البعد عن الامن البعد عن الامن النفسي ونحن الذي فعلنا هذا نحن الذي ولدنا هذا بقى ابعدناه عن بيوتين اخي بيش اخي اخي بيش عمي امن نفسي خلونا نعيش في مشاكل ونحن نعيش فيه وفيه الى اخير اجمع علماء النفس وعلماء الطب وعلماء التربية ان مشاهدة الطفل ركزوا في هذه اجمع العلماء الباحثين كلهم في تخصصه بزاة علم النفس وعلماء التربية قالوا ان مشاهدة الطفل لشجار والديه من اخطر ان لم تكن اخطر المواقف التي تعرضناها الطفل صغيرا او كبيرا اسوأ ما في الحياة عند الطفل ان يرى الشجارة بين والديه يا جماعة شوفوك حل فيها يا اخي 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 بيش بعيد في اين مكانه وتجرجه وبعده على اولاده واستعيزوا من الشيطان فانما الشجارة من الشيطان كل مشكلة لا حل ثم عودوا الى بيت رسولنا صلى الله عليه وسلم هل افتفع صوته على نسائه وعلى اولاده هل تشاجرنا مع لما حصلت مشاكل عندنا سلطة التحليم وصلة الطلاق وغيرها هل تشاجرنا معهم هل وفع صوتهم هل وفع صوتهم من أين جئنا بهذا الحروب العالمية اللي في البيوت لدرجة أنه واحدة تقولوا ليه أنا مش طيقة شوفه ايه مش طيقة ليه من الشجار ليلة النهارة أمام الأولاد علماء النفسي قالوا علماء التربية أكتر مشكلة تواجه الطفل أن يرى شجارة والدي ويرى العنف من الأب للأم ويرى الصراخ من الأم ويرى ملامح الوجه عند الأب والهم مكفهرة وغضبانة يرى كل هذا أمامه هل تعلمون أن هذا يؤثر على الطفل أمامه أصدقائي في المدرسة وإخواني في المدرسة لأنه يظل 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 على هذا يظل أن في معركة هتحصل الآن فتلاقيه دايما خايف كده ومجعوب وقد رأيته مثل هذا ونصحته نريده أن نلتزم بما كان عليه الصحابة ونضل عليهم بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم طب إيه اللي يحصل لما تكون فيه مشاكل بين الأب والأم أمام الأولاد شكرا للمشاهدة